هنسمع كلام كتير لكن خلينا في البداية كما تعودتوا ضربة البداية مع مقالي ومقاله إعلام الفوتوشوب وفعلا الفوتوشوب لأنه ما من مناسبة إلا تكتشفوا إن إعلامنا على قدر عالي جدا من الهشاشة كبير وصغيره واللي أشار إليه المهندس عدلي أنا أبت سعر في نوط مهم أنا لأ أعمم أنا بسلط على نمازج محددة أما في إعلام شريف وجميل حتى بينتمي إلى معشكرات لتشجع الآلي لكن ساعة الحقيقة بينبري وبيقدمها منضبط ولنا في سيد محمد شبانة وغيره كتير ناس منضبطة فكرة أنك أنت المدرب يمشي من النادي الآلي تبصت له مبدئيا حد يعمل تصريح فوتوشوب وينسبوا الموقع وينتشر آل إيه ريكاردو سوارش آل وآل 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 ولا الراجل آل ولا الراجل عهد ولا في أزمة ولا في مشكلة ريكاردو سوارش زي ما أنتوا تابعتوا خلينا أقول لكم في الأول أنه مجلس اللي دار أوجهه للشكر وقال أنه مجلس دارة النادي الآلي يوجه الشكر لريكاردو سوارش المدير الفني الفريق الأول لكلة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية وأكد المجلس على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذلوا سوارش ومساعدوه ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة وهو ما يقدره النادي ومسؤولوه وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين ونظرا لبعض المعطيات تم اليوم اللي هو في يوم صدور القرار إنهاء التعاقد مع سوارش ومعاونيه بالتراضي وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة دائق فك الارتباط بهذا القدر العالي من الاحترام والتأدير ريكاردو سوارش سوى أموره المالية مع النادي الناس اللي بتتكلم إنه خد 3 مليون دولار وخد 5 مليون دولار وخد 6 مليون وأهضر المالي العام كل دا فيك وكلام مالوش أي أساس من الصحة مالوش أي أساس من الصحة عايز أقول لكم إنه لما الجزئة اللي أشار إليها الموانس عدلي إنه يطلع حد يقولك إزاي وهو دا صدقوني في إطار الحاملة على الأهلي والضغط على كابتن القطيب ومجلس الإدارة خلصانا فيتقال إزاي النادي الأهلي يهدر 3 مليون دولار و4 مليون دولار وتسمعوا الحزبة الغريبة زي ما الموانس عدلي قال طيب ما تيجي تعمل الحزبة على الكل ما تمتلك الحد الأدنى من الشجاعة والمسئولية والأمانة والموضوعية والمهنية وتحسب الكل وتحسب بالحقيقة بالحقاق وبالأرقام وقول الأهل غلطان لأنه أنفق كذا 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 بالحقيقة بس غيره عملية لكن لما مش تغض الطرف تعمل عين تماما تماما عن وقاع وحقائق النادي الآلي لما جاب ريكاردوس وارش ثبت وفقا لما توفر للمجلس من معطيات زي ما قال الظروف عكسته وما عادش من المناسب أنه يكمل اتخذ قراره اللي أنا شايف فيه قدر من شجاعة تصحيح الموقف ده مش صح يعني فكرة أن أنا مدرب يثبت عدم مناسبته أو عدم ملأمته بدري ده مش صح لكن ده بيحصل في كل حاجة حتى في الدورة الإنجليزية ولسه حصل الأسبوع اللي فات بدري أوي فيه فريق بيستغلي خلاص انت ثبت لك أن المعطيات اللي توفرت لأنه في الأول وفي الآخر هي تجربة إنسانية محدش يملك ضمانة كاملة لجعها أساز إبراهيم طبعا شوف أساز إبراهيم طول عمرنا بنقول إيه الحاكم اللاعب المدرب الإداري هو بشر يخضع أنه يبقى إنسان يبقى كواس النهاردة ومش كواس بكرة ويامى ويامى وأنا قلت وشبهتها بالزيجات إنسان هايل جدا جدا فيه كل مصفات اللي تتمناها أي عروسة وعروسة هايلة جدا 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 يتمناها أي عريس ولكن الاتنين لما يعيشوا مع بعض ما يقدروش يتوافقه مش لأن حد فيه موحش لأن فيه أسباب أخرى قدت إلى عدم الإنسجام وإن مشوار العمر ما ينفعش يكمل لما أنا جاء مدرب مؤشراته بتقوله إنه مدرب عنده تحدي وواعد وممكن يبقى مشروع طب الظرف اللي إحنا فيه فيه منحنايات حد جدا وتغيرات جزرية وصعود ناشئين واللعيبة بتطلع واللعيبة بتخش وإنت عايز سمات معينة من مدربين معينين يستطيع أن يتحملوا ضغوط المرحلة القادمة ليس تطلع علاقة بالكفاءة هنا أنت بتجيب السمات أنت الشيلة المرة دي عايزة واحد عضلات الشيلة قبل كده عايزة واحد مفكر الشيلة اللي جاي عايزة عضلات ومفكر وهكذا قد تجد ضلتك وقد تجرب ولا تجدها أو قد تتوسم ولا يعدش لأنها قبل كده قلنا لكم أنت لما بتي في عربية عايز تغير قطعة غيار بتقول له اديني الكود الفلاني بتاع المطور الفلاني يديك القطعة الغيار وانت ضامن أنها هتركب وتمشي في البشر ما تقدرش تقول له أنا عايز سواء ماهر جدا بس ماعملش حوادث حيقول لك ما عنديش مش كده ولا إيه صحيح الدنيا كده اللي عايز يقبلها بمفاجآتها اللي أحيانا بتبقى عادة تبقى سعيدة بالنسبة لأصحاب الحسابات السليمة وأحيانا تبقى غير سعيدة لأن هناك ظروف لا تؤدي إلى اكتمال التجربة أو النجاح ترجمة نانسي قنقر